واحدة من الآيات اللي بحبها كتير هي موجودة في أفسوس رسالة بولوس لكنيسة أفسوس إصحاحة 2 بمحتوها أو يعني أنه أصغرها أنتم الذين كنتم بعدين صرتم قريبين بدم المسيح وبيكمل يقول لأنه هو سلامنا وناقض الحائط المتوسط طبعاً فيه يعني فيه عداء شديد بين اليهود وبين الأمم اليهودي كان بيعتبر الأمم نجس ولكن في أيام المسيح كان في منطقة تسمى دار الأمم وين المسيح طهر الهيكل وقال لليهود بيت بيت الصلاة لكل الشعوب لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ولكن فيه كان حاجز وهذا الحاجز ممنوع دخول الأمم إلى منطقة اليهود اللي هي مناطق الأروقة رواق سليمان الكهنة النساء الآخرية ومن الأروقة طبعاً لهو الهيكل دار الخارجية والقدس والقدس الأقدس ممنوع فيه يافطة مكتوب عليها أنه ممنوع الدخول أي أمم وإلا يعني العقاب الموت والشيء الجميل أنه اكتشفوا هذه اليافطة موجودة حالياً في إسطنبول في المتحف وطبعاً الأمم كان بيتطلع على اليهود اللي عقله ضيق واليهود بيتطلع على الأمم بالجهة الثانية نجس إلى آخره فإيه الحل؟ هذا يهودي وهذا أممي فالحل كان بيسوع أنه جاب اليهود اللي آمن والأممي اللي آمن وعمل خليقة جديدة عمل جبلة جديدة سماها الإنسان الجديد فإذا لم يعد اليهود يهودي ولا الأممي صار الإنسان الجديد في شخص المسيح برجة أقول لو لو الناس بتتبع تعليم المسيح لكان العالم أسعد يعني من أي فترة زمنية في الجزء اللي حضرتك قلته جابت تلات مرات قصة السلام هو سلامنا وهنا لابد من المسيح هو هو سلامنا جعل الاثنين واحداً بعد كده صانعاً سلام ده خلق الاثنين واحداً بعد كده بشركم بالسلام أنتم الاثنين فعشان كده هو السلام فخلق الاثنين فصنع سلام في الانسان الجديد في الانسان الجديد اللي هو اليهودي وأممي الاثنين دول هما اليهودي الأممي بعد كده جاب اليهود الأممي جابهم للآب فبشر بسلام أنتم فبشركم بالسلام أنتم البعيدين اللي هما الأمم والقاربين اللي هما اليهود لأن نبيه بالمسيح لنا اللي هما اليهود والأمم كلينا اليهود والأمم قدوم في روح واحد إنسان جديد جايب الروح القدس إلى الآب يقول له يا أبا الآب وعش كده دلوقتي ممكن أشوف يهودي جيل المسيح بوزي جيل المسيح مسيحي جيل المسيح مسيحي متدين خاطي جيل المسيح ملحد جيل المسيح بشوفهم كلهم قاعدين مع بعض بيحبوا بعض أيوة لا أنا عايش في الأراضي المقدسة يعني في بلد المسيح ديش أقول أراضي المقدسة فبنشوف بعينينا بتشوف أشخاص من خلفية هودية مؤمنين بالمسيح بتشوف أشخاص من خلفية إسلامية مؤمنين بالمسيح وشوف العلاقة ما أجملها السلام هنا على الأرض السلام لأن المسيح بشخصه العظيم لما سكن في القلب بالروح القدس خلقهم هما الاتنين واحدا ما بيقوش اتنين خلاص ما بيقناش اتنين دايما نقول منال مراتي أسيس احنا الاتنين واحد لو شعرنا ان احنا اتنين معناه احنا سقطنا احنا سقطنا لو بدأت اقول لها انت كذا وهي بتقول لي انا كذا ولا خلاص احنا سقطنا لان احنا دلوقتي اتنين لا احنا مش اتنين احنا واحد فالوحيد اللي قدر يصنع هذه الوحدة الحقيقية على أسس سليمة من البر فصنع سلام حقيقي صنع سلام حقيقي فهو ملكي صادق ملك البر وهو ملك شليم اي قرش شليم هو ملك السلام ملك السلام هو ملك البر ملك السلام ولا يمكن السلام بدون البر ولا يمكن السلام يتم بدون رجوع النفس إلى الله لتنال التبرير بالإيمان لتنال السلام مع الله فتنال السلام الداخلي فتقدر تصنع السلام مع الآخرين اشتركوا في القناة